السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا ربكم بخير النهاردة بإذن الله راجعين نتكلم عن موضوع مهم في التكنولوجيا أو في التقنية وهو موضوع انا شايفه موضوع مهم جدا جدا ومحدش بيتكلم عنه يعني محدش مهتم بيه او عارف قيمته واهميته فانا حبيتي ان انا اصلط الدوق عليه النهاردة في البودكاست بتاعت طيب ايه الموضوع باختصار الموضوع هو كيفية بناء قعدة بيانات قابلة للتوسعة او how to build a database which can be scaled in the future طيب المسكلة دي او الموضوع دوا مهم جدا جدا ليه بقى انا شايفه مهم جدا لان شركات كتير جدا خصوصا الستارتوبس او الشركات اللي بتبقى بدأة بداية مش منظمة وعندهاش ضراية كافية بالمواضيع او software engineering ما الناس اللي بتشتغل فيها ما عندهاش خبرة او في البناء يعني بتاع او software engineering بيقعوا في المشكلة دي وطبعا مشكلة بقى لما زي ما انت بتكتشفوا ان المبتحسن المشكلة دي بيكون خلاص انت قدام اختيارات كلها سيئة كلها مضرة بعنز بالك طيب عايزيني نفهم مع بعض بس اول حاجة كده ايه مفهوم يعني ايه توسعة مفهوم التوسعة نفسه او لسكيلينج وبساطة شديدة جدا التوسعة دي هي عبارة عن قابلية الداتابيز او قاعدة البيانات ان هي تتحمل حجم هائل ومهول من البيانات وان هي تتحمل تطوير بشكل سواء بقى سريع او بطيء في المشتق نقدر نقول ان الداتابيز قابل التوسعة او لما يتوفر فيها الشرطين المهمين دول لان ايه داتابيز في الدنيا في مرحلة البناء بتكون البيانات اللي جواها ان هي لها جدا بتكون خلاص هي اتبنت بستركشر محدد اتحدد في بداية يعني الشغل بتاع الديفيلبرز وهما بيبدأوا يعملوا تصميم لقاعدة البيانات بعد كده بيانها بتبدأ تزعل المشكلة اول ما حجم البيانات يجبر وهتضاعف ويبقى حجم مهول اه والديماند او الطلب على الديفيل نفسه يجبر اه بتبدأ تحصل المشكلة برضو مع بدايات اه اصدار النسخ الاحدث من التطبيقات بيبدأ تظهر المشكلة لان احنا دلوقتي عايزين نعدل في الديفيل اللي احنا بنناها دي فهي لو ما تبنيتش سكيلابل مش هتتعدل ويحصل مشاكل كتير جدا طيب خلونا نتكلم بتفاصيل يعني مش متعمقة قوي ولكن يعني بدفي بالغرض عايزين نفهم ازاي او ايه اساليب اه توسع قواعد البيانات او اه الاسكيلينج للداتابيز طيب اه عندنا طرق كتير اه لي اه ازاي نقدر نخلي الدياتابيز بتاعتنا اه الدياتابيز قابلة للتوسع او قابلة الاسكيلابيليتي او اهمها يعني مثلا اه كلها كلها على فكرة هتكون حاجات اه يعني زي ما بيقولوا كده اه او اساليب او حاجات اه يعني بيست براكتز الناس مرت بيها وابتدت يدوروا لها على حلول فخلاص عرفنا ان حل المشكلة دي عن طريق ال يعني ال طيب فمثلا مثلا عندنا منصة للتواصل الاجتماعي مثلا سوشل ميديا ابليكيشن اه الابليكيشن ده يعني عالمي يعني الناس تقدر تسجل عليه وتقدر تستخدمه من كل انحاء العالم فطبعا ده يعني حجم اه بياناتها يبقى هائل جدا لو فجأة الابليكيشن ده انتشر ونسطي تستخدمه حول العالم فعشان يجب Skalee يعني نتعامل أو نخلي Data bays أو تصميمها يكون زي ما منقول سكيلاب أو توسعي ممكن حال حلو ان احنا نقسم البيانات دي لأقسام صغيرة حسب اصدقاء الشخص اه اه اللي بيستخدم الابليكيشن او حسب حتى المناطق الجغرافية يعني مثلا ممكن نقول يعني نقسمها افريقيا مثلا واسيا واوروبا اه نقسمها زي سيكتورز كده اه وتبقى الداتا بايزيز دي كلها بتتواصل مع بعضها يكون اسرع بكتير ولكن عنده اه لم يكون فيه اه او طلبات استعلام من اه الناس يعني في مناطق اه زي مثلا احد بيستخدم الابليكيشن من افريقيا فمش بحتاج ان انا اخليه يعني يعمل استعلام على الداتا بايز فيها افريقيا واوروبا واسيا او هكذا فبقى السيمة حسب المناطق الجغرافية ده احد الحلول يعني اه برضو الجادير بالذكر ان الاسكيلابيليتي او التوسع في قواعد البيانات وقلنا اسلبها يعني او البراكتس بتاعتها بتبقى معتمدة اكتر على الحالة اللي بنتعرض لقيها زي ما احنا هنا دهاتي تطبيق تواصل اجتماعي غير تطبيق مثلا بيتعامل مع رفع الملفات طبعا اه يعني الوضع مختلف طيب اه هنتكلم بشكل مستفيد اكتر عن اساليب توسيع قواعد البيانات اه في البودكاست بازن الله وازاي نقدر ان احنا اه يعني نضيس هذه الاساليب على قواعد البيانات عشان تكون اه قابلة للتوسع طيب عندنا حاجة مهمة جدا ان احنا لازم يكون في عندنا او تكامل مع التكنولوجيا حديثة اه زي مسلا الكونسبت بتاع اه الكلاود كومبيوتنج اللي هو الحوسابة السحابية او مش عارف ترجمة ايه بالعربي ولكن نقدر ان احنا نستخدم الحوسابة السحابية او الكلاود كومبيوتنج عشان نقدر نخلي الدياتابيس بتاعتنا اسكيلابل وده هيدينا برضو خلي بالك ان انت لما تكون الدياتابيس بتاعتك اسكيلابل ده هيكون موفر جدا ليك في التكلفة لان انت مثلا عندك لو استخدمت الكلاود كومبيوتنج انت بتتحاسب حسب ما بتستخدم يعني اللي هو بيسموه pay as you go انت بتدفع حسب ما انت بتستخدم فده بيقلل تكاليفك السابتة ودي اللي ممكن تكون مشكلة وعائق بنسبة اه يعني لأي بداية اي يعني مشروع مش شرط software engineering يعني project طيب اه برضو في حاجة مهمة جدا ليقدر استفادها من الكلاود كومبيوتنج وهي قدرة التوسع السريعة ليه لان انت عندك في الكلاود كومبيوتنج بتقدر ان انت تزود او تقلل الموارد اللي انت محتاجها عشان تلبي الdatابيس بتاعتك او البيانات بتاعتك او العمل عموما بتاعك اه تقدر تزود او تقلل الموارد اللي بشكل سريع جدا اه وكمان تقدر تبقى استمايزها او يعني تخليها مخصصة على حسب تغيرات ال demand او الطلب عليها فتقدر هنا انت تقدر تعندل او تواكب النمو اه واحتياجات القواعد البيانات بتاعتك طيب عندك حاجة كمان هي سهولة ادارة قواعد البيانات اه اه على باستخدام الكلاود كومبيوتنج لان انت عندك مكان واحد بتقدر ان انت تراقب منه الموارد بتاعتك و اه وتعمل ادارة لي اه في مكان واحد اه اه برضو حاجة كمان ان انت بتوفر على نفسك وقت وجهد كبير جدا في ادارة البانية التحتية لان يعني انت بتوفر لك اه ادارة لتفاصيل البانية التحتية اه على مستوى كبير جدا فبيقلل عليك الجهد والوقت اللي بيهدف ده طبعا ده بترجم الى فلوس يعني وقت يعني فلوس اه برضو خلي بالك اني اه دلوقتي بيستخدام الارتفاشي اه الارتفاشي الانتليجنس واي او اه اه والماشين جيرنج و اه اه النيورال ناتورس او او النيورال كومبيوتنج انت دلوقتي بتقدر اه يعني تحسل من اداء الحسابة السحبية بشكل اه يعني غير طبيعي برضو حاجة كمان انت عندك الحسابة السحبية بتقدم الخدمات امان اه قوي جدا زي التشفير واضارة الـ identity أو الهويات أو الـ authentication عموما في قواعدة بينها بيساعدك على حماية البيانات يعني أنت بتكون قواعدة بينها بتاعتك بتوافق المعايير العالمية الأمنية طيب عندك برضو أنت ممكن تستخدم الـ cloud computing في أنت توزع المحتوى بتاعك على أكتر من مقدم خدمة سحابة وتقدر أنت تسويتش ما بينهم كذا أنت تقدر تستفيد من قوة أو قوة أكتر من مزود خدمة سحابة برضو حاجة كمان وهي أنت تقدر تستخدم أو تعمل زي ما بيسموها virtual development أو يعني بيسموها اللي هي أنت بتقدر تعمل زي virtual machine كده وتقدر تعمل محاكاة افتراضية اللي cloud computing بتاعك وتقدر تستخدمه فده يسهل عليك زي sandbox وزو كده فده يقدر يسهل عليك عملية التطوير واختبار التطبيق بتاعك وده شيء مهم جدا 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 يعني بنتعرضه كتير برضو تقدر أن أنت تحسن أداء واستجابة قاعدة البيانات وده برضو بيصب في يعني وده يعتبر أسلوب من أسليب برضو إزاي يعني تحقق التوسيع أو لقاعدة البيانات وهو عن طريق يعني أن أنت تعمل تحسين للأداء وصورة الاستجابة بتاعة قاعدة البيانات عن طريق بقا حاجات كتير جدة أول حاجة مثلا أن أنت تحلل يعني الكويريز بتاعتك على الداتابيز شوف استعلاماتك أو أن أنت بتنادي على الداتابيز كتير تفهم بقا أنت بتنادي عليها إمتى بتحدد الأوقات اللي بتنادي عليها فيها الأقسام تقسمها تعرف إيه اللي محتاجي يتحسن وإيه اللي مش محتاجي يتحسن تفهم الانديكسنج الانديكسنج ده مهم جدا 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 بالنسبة للديفيلوبرز وبالنسبة للناس اللي بتطور قواعد بيانات دي أشياء مهمة جدا جدا بيأثر قوي قوي على سرعة الاستعلامات أو سرعة الكويريينج اللي داتابيز برضو حاجة مهمة قوي الستراكشر بتاع التابلز في الداتابيز أو الجداول وبنيتها جوة الداتابيز أنت لو مش محددها مظبوط ومش عاملها تصميم بشكل مظبوط وبرضو مش واخد بالك الريليشنشيبس أو الارتباطات ما بينها وما بين الجداول الأخرى ده هيعملك مشكلة كبيرة جدا حاجة كمان مهمة قوي وهي أن أنت ممكن تستفيد من تقنيات التخسين المعقد زي الكاشينج أن أنت يعني تبقى عارف الحاجات اللي بيبقى فيه تكرار على الاستعلام فيها وتستخدم لها كاشينج سيرفر مثلا زي ريدس فيه تكنولوجيز كتير حاجة كمان برضو أن أنت ممكن تعمل سي بي أن وتقدر أن أنت تخزن نسخ من المحتوى السابت اللي يعني هتحتاجه وتستخدمه في أكتر من موقع فده هيخلي الموضوع يعني أسرع بكتير جدا بالنسبة للمستخدمين كتير نهيج بقى عن يعني تحسين الخوارزميات بتاعة الاستعلامات نفسها على داتا بيز ده بيسرع جدا وبيسهل وبيخلي داتا بيز قابلة للتوسع ويعني لأنه برضو الموضوع مش معتمد على الداتا بيز بشكل مباشر بس لده معتمد على الكود اللي بيكلم الداتا بيز ده ممكن يكون الكود اللي بيكلم داتا بيز كود سائق جدا فبيخلي الداتا بيز غير قابلة للتوسع أو نفسه عموما عشان عشان يكون عدق غير قابل للتوسع فيه بقى عندنا أكتر من concept أن أنت ممكن تستفيد برضو من حاجة اسمها serverless computing وهي يعني باختصار أن أنت functions معينة أو تعليمات معينة بتقدر تنفذها مش محتاج لأن هي تفضل موجودة في server أو يكون عندك server يعني بتقدر موارد وفي أنت ترنى حاجات زي دي لا ممكن حاجات تانية هيا اللي ترنقول لك زي مثلا زي اللي بنشوفه في versil مثلا وبنشوفه في firebase وبنشوفه حاجة كتير قوي ممكن نستفيد منه كل سبت جديد ممكن منه قوي يعني برضو تقنيات فهمة قوي حتة والvertecal scaling ودول ممكن نتكلم عنهم في حلقة منفصلة زي ما احنا قلنا يعني لو عملنا cdn ده هيكون برضو شيء كويس جدا ضروري برضو ان احنا نستخدم ادوات مراقبة الاداء او الاناليتكس زي جوجل اناليتكس مثلا او ان احنا نبني حتى او نبص على يعني نبقى عاملين لوجز معينة ونبص عليها من فترة تانية بحيث نفهم الاداء والاستجابة بتاعت الداتابيز اوقات البيانات عاملة ازاي فنقدر نحدد المشاكل ونقدر نوصل بشكل سريع برضو مهم اوي ان انت تمنتين الاستقرارية والمرونة للداتابيز يعني الفلكسابيليتي طبعا والاستابيليتي مهم اوي ان انت تضمنهم وده بيكون عن طريق اه حاجات بسيطة جدا وهو ان انت تستخدم قواعد بيانات اه مناسبة للحاجة بتاعتك يعني مش كل حاجة بنستخدم طبعا مش كل حاجة بنستخدم لان انا بشوف ناس هو بيحب فبيستخدم في المشروع هو بيحب مي سيكول قاعدة بيانات متنسقة مع الحاجة لل system اللي حتى بنبنيه ولازم تحط في دماغك طبعا من الاول خلص ان انت عايز تبني database scalable او database او قاعد بيانات قبل للتوسيع انا بحاول قدر ان اكلم بالعربي عشان بس يعني كل الناس تفهمني طيب اه لازم اوي نفكر في ان يكون عندنا استراتيجيات للنسخ الاحتياطي او بيسموها backup policies اه دي بتكون اه مهمة جدا عشان لو حصل اي حوادث غير متوقعة تقدر ان انت تسترجع النسخ الاحتياطية دي وده دايما بيحصل مع حاجة بنعملها ده نسبة اختبار الاستعادة او restore test ده بيكون ان احنا بنعمل اختبارات دورية عشان نشوف هال system رايزة corrupted فلما نجي نسترجعها في اي حادثة اطبع حصل مشكلة ومش هنبقى استفادنا اصلا يعني ان طبعا النسخ الاحتياطي ده بيبقى تكلفة على الموارد اه بتاعتك اه فده بيقصر على الكوست طبعا او التكاليف اه الاستفادة طبعا من النموذج الدفق حسب الاستخدام اللي احنا تكلمنا عنه زي البي يعني المعظم بينفع معها فهو بيوفر حاجة كتير جدا زي ما شرحنا فوق عشان ما نبقاش بس ما نكرر الكلام اه برضو اهم حاجة نكون واخدين بالنا منها قوي في يعني في بناء قاتل بياصل على بتاعتها هو ادارة الهوية والوصول او لاني دول انت ممكن في البداية خلاص ما نكونش عامل حسابهم فتبدأ انت تنزل بتاعك وتستخدمه عايز تبدأ ان انت تحل بقى المشكلة اللي انت عملتها في الاول دي وتبدأ تبني قوي فتلاقي نفسك هتغسر البيانات او هيبقى صعب جدا انت تعمل فلازم تخب بالك منها قوي دي في البداية برضو تقنيات تشفير البيانات دي حاجة لازم تخب بالك منها قوي في البداية عشان تقدر تبني قادة بيانات قابلة للتوسع لان انت لو مشفرتش البيانات من البداية بتحصل مشاكل فيها بعض عشان لو انت عايز تشفرها يعني وخلي بالك دايما انت لازم تشفر البيانات من الاول لان انا بشوف قدام عناية يعني والله بشوف حاجات يعني حكومية كمان بيحطوا بصورت زي ما هم غير ما يتشفر او بيشفروا بقى ادفع التقنيات الممكن كسرة فطبعا دي مشكلة كبيرة يعني لازم تخب بالك منها وفي النهاية بتؤدي الى يعني مش كويس لازم تخب بالك من الديف اوبس في الاول عشان ده مهم جدا 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 لانه بيأثر قوي على موضوع زي ما قولنا قبل كده اللي هو ادارة الموارد ان انت رما يكون عندك تتابيز عليها لود عالي تقدر زي تدخل اه لود بلانسر يعني ويبقى فيه بسا عندك وتوسع الافقي والتوسع الرأس الحاجات دي كلها ديف اوبس اللي انت تخب بالك منها دور ديف اوبس مهم جدا في موضوع الحصول على مش قاعدة بيانات بس بقى ده 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 هنتكلم عنه اه او في فيديو او في بودكاست اه برضو فيه اختبارات اداء وحمولة كده بنعملها او اللي هي اللود اه اللود تيستينج ان انت بتتأكد بتاعتك ان هي هتقدر تتحمل لحد معين مهم اوي احنا قلنا نتكلم يعني كلمنا عن امانة بيانات وهو تشفير البيانات اه بتاعت المستخدم وطبعا الاهتمام من الاول وطبعا استراتيجيات النسخ الاحتياطي دي مهمة جدا 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 ونخلي بالنا اوي ان تكاليف التوسع او تكاليف بتكون عملاقة جدا 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 لو انت اصلا ما بنيتش لاتابيز اوقات بيانات من الاول قابلة للتوسع فاللي احنا عشان كده عملنا اه انا قررت ان اعمل الفيديو زي دون بحيس الناس تفهم اه الموضوع ده بيؤدي العين يعني زي ما قلنا انا بشوف الموضوع ده كتير قوي اه في شركات الستارتوب وفي اه يعني الناس اللي ما عندهاش خبرة وبتبني ابلوكيشنز فا ادبان ده من الفيديو ده مش بس مخاطبة الناس اللي هي ليها في مجال التكنولوجي لا الناس اللي ما عندهاش في مجال التكنولوجي تفهم اه الموضوع لان طبعا برضو الميس كومينيكيشن اه بتاع ان اه التواصل ما بين حد اه مش فاهم تيكنيكل وحد فاهم تيكنيكل ممكن يؤدي الى في النهاية كل المشاكل دي يعني مسلا حد عارف اللي انا بقوله فييجي يقوله المدير ومسلا في الشغل اللي هو مش فاهم تيكنيكل او فاهم يا حسش الموضوع حسش شنو هو ضخم لكن لما بتوع الفاس في الراس بقى والدنيا بتضرب بنرجع نقول يا ريت اللي بار ما كانت فعشان كده حاب نعمل الفيديوهات التوعية دي تفيد منها الناس اللي في التكنيكل الناس اللي مش في التكنيكل التكنيكل حتى برضو الناس اللي بار المجال يعني ممكن يستفيدوا منه يعني كلها يعني انا مؤمن كل المصالحات البرمجية والتقنية دي حاجات يعني منطقية ممكن الانسان يستفيد منها في حياته اليومية يعني تمنى تكون لميت الموضوع بشكل كويس ومكونش طولت عليكم حتى لو طولت عليكم موضوع يستحق بصراحة اقتصارت كتير قوي عشان فيديوه ما يطولش يعني الحد ما شوفكم في بودكاست جديد او فيديو جديد دونتم مسالمين تابعونا على كل المنصات الموجودة دونتم مسالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته